الشاهد الرابع حسن الكشميري السيد حسن الكشميري الخطيب الحسيني المعروف وهو أخ لمرتضى الكشميري صهري السيستاني وأمير الشيعة في الغرب نصبه السيستاني أميراً على الشيعة في الغرب إنه وكيله العام والمطلق في الغرب لن أقول شيئاً عنه وإنما أترك الحديثة للحقائق والوثائق والوقائع الصادقة رجاءاً اعرضوا لنا صورة حسن الكشميري هذا هو حسن الكشميري شاهدنا الرابع الصورة الثانية لسيد حسن الكشميري من صورة السيد حسن الكشميري إلى صورة ثالثة لكتاب من كتبه إنه الجزء الثالث من كتابه مع الصادقين رجاءاً اعرضوا لنا صورة الكتاب هذا هو الجزء الثالث من كتاب مع الصادقين ماذا سأنقل لكم من هذا الكتاب سأعرض لكم الوثائق التي توثق شخصية حسن الكشميري بحسب الموازين الحوزوية وبحسب الموازين المرجعية في آخر الكتاب وهذه الطبعة الأولى 2007 ميلادي منشورات ناظرين قموا المقدسة إذا ما ذهبت بكم إلى صفحة أربعمية واثنين حسن الكشميري يلحق بكتابه هذا مجموعة من الوثائق المهمة وهي الوكالات الشرعية التي منحه إياها مراجع الشيعة كبار مراجع الشيعة الوكالة الأولى من المرجع القلبايقاني رجاء أن اعرضوها لنا هذه هذه وكالة وكالة القلبايقاني الشرعية لحسن الكشميري الوكالة الثانية من المرجع المعروف محمد علي العراكي أعرضوها لنا هذه الوكالة الثانية من محمد علي العراكي الذي صار مرجعاً معروفاً في إيران بعد وفاة روح الله الخميني الوكالة الثالثة من علي البهشتي علي البهشتي من تلامذة الخوئي وممن تصدى للمرجعية في أواخر أيام حياته بعد وفاة الخوئي في النجف هذه وكالة شرعية من علي البهشتي لحسن الكشمير الوكالة الرابعة من المرجع الشيرازي محمد الشيرازي الوكالة الخامسة من المرجع الغروي الميرزى علي الغروي الوكالة السادسة من المرجع السبزواري عبدالأعلى السبزواري زواري الوكالة السابعة من المرجع مهدي اخوان المرعشي والتي والتي بعدها من علي الخامنأي انه قائد الجمهورية الاسلامية في ايران والتي والتي بعدها من المرجع محمد تقي بهجت والتي بعدها من المرجع اللنكراني من مراجع قم اللنكراني هو محمد فاضل اللنكراني والتي بعدها من المرجع القرغاني محمد علي العلوي القرغاني والتي بعدها من المرجع محمد مفت الشيعة والتي بعدها من المرجع ناصر مكارم الشيرازي والتي بعدها من المرجع الميرز جواد التبريزي وآخر وكالة جاءت معروضة في الكتاب من المرجع احسين المنتظري خمسطعش وكان انتم بحسب علم رجالكم النجاشي شخص واحد اذا اذا وثق شخصا تعملون بتوثيقه مع انكم لا تملكون طريقا الى النجاش كي تتأكدوا من ان النجاش وثقه ام لم يوثق ولا نملك النسخة الخطية الاصلية من كتاب النجاشي ولا نملك نسخة موثوقة نقلت عن النسخة الخطية ونسخ الكتاب التي بين ايدينا متناقضة ومختلفة الشخص نفسه في نسخة يوثق وفي نسخة اخرى لا يوثق مع ان الكتاب تعرض للتحريف والتزوير لا اريد ان اقف عند هذه النقطة ولكن حتى لو تنازلنا عن كل هذا وقبلنا بالموجود في هذه النسخة المزورة والمتناقضة فان النجاشية لا يذكر سندا لتوثيقاته وهذه هي المهزلة فيأخذون قول النجاشي ويدمرون احاديث اهل البيت المسندة بكلام ليس مسندا يطالبوننا ان تكون احاديث اهل البيت مسندة لكنهم يحكمون على تلك الاحاديث باقوال ليست مسندة لان النجاشية في كتابه المحرف والمزور هذا لم يذكر اساند توثيقاته او اساند جرحه للشخصيات لا شأن لنا بالنجاشي وليذهب الى الجحيم برجاله وان كان الرجل لم يؤلف كتابا في الرجال افترى عليه العلامة الحل وابن داود الحل هذا الذان زور اسم كتابه كتابه فهرست في ذكر المؤلفين وكتبهم العلامة الحل وابن داود الحل هما الذان زور اسم هذا الكتاب فصار الكتاب معروفا بيننا الان رجال النجاشي وهو فهرست النجاشي وفارق كبير بين خبرة رجل في الفهرس وخبرة رجل في الرجال هذا بالضبط ككتاب في الطبخ ويكتب عليه من انه كتاب متخصص في الفلسفة كتاب في الفهرس الشيء وكتاب في الرجال شيء اخر هذه مهزلة المذهب الطوسي القذر مهزلة موجودة على طول الخط لا شأن لنا بهذا الموضوع لقد بحثته بالتفصيل وبالوثائق والحقائق والدقائق وبنحو قطعي في برامج السابقة يمكنكم ان تعودوا اليها كي تطلعوا على تلك التفاصيل بكل كواليسها فهذا الرجل حسن الكشمير هؤلاء هم الذين يوثقونه من مراجعكم فهل فهل تقدحون فيه رجاليا بعد ذلك هل تستطيعون ان تفعلوا هذا ام ان الامر عبثي اذا كان عباس الخوء فاسقا وانا اقر بهذا لكن الرجل نقل الكلام الصحيح والقرآن قال لنا يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فحينما تبيننا كلام عباس الخوء مع الادلة والبراهين التي مرت في الحلقات المتقدمة ومع الوقائع التي اعرضها الان وساعرضها في الحلقات القادمة ثبت ان عباس الخوء لا يقول الا صدقا هذه موازين التحقيق وموازين التدقيق نذهب الى فاصل هذا اخر كتاب كتبه حسن الكشميري 1443 بحسب ما جاء في تاريخ هذا الكتاب الاول منذ الحج 1443 هجر قمري هذا الكتاب عنوانه من داخل المدار رجاء اعرضوا لنا صورة هذا الكتاب هذا هو الكتاب الذي اقصده وهذه الطبعة الثانية بين يدي من كتاب من داخل المدار للسيد محمد حسن الرضوي الكشميري ومثل ما قلت لكم هو اخ لمرتضى الكشميري الذي هو صهر السيستاني والذي نصبه اميرا على الشيعة في عالم الغرب ماذا كتب حسن الكشميري في صفحة مية وخمسة وثلاث كلام خطير خطير جدا صفحة مية وخمسة وثلاث تحت هذا العنوان كن صهرا وان كنت عهرا هو يقصد وان كنت عاهرا لكن من جهة البلاغة اذا كان حسن الكشميري ملتفتا الى التعبير وليس ناظرا الى السجع فان الوصف بالعهر ابلغ من الوصف بالعاهر وربما يقصد هذا وربما كتبه مراعاة للسجع كن صهرا وان كنت عهرا وهو يصف بهذا اخاه مرتضى الكشميري لانه يتحدث عن اخيه في هذه السطور ساقرأ عليكم هذه شهادة من حسن الكشميري في حق مرتضى الكشميري الذي هو عمود من اعمدة المرجعية السيستانية المعاصرة كن صهرا وان كنت عهرا حتى لو كنت عاهرا والعهر اشد في الوصف من العاهر لان العهر مصدر والوصف بالمصدر اقوى واقوى واقوى من الوصف بصيغة الفاعل عاهر فاعل وعهر مصدر مصدر اشد في الوصف طاهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر الزيارة هنا ذكرت كل الصياخ لان طهارة الحسين لا حدود لها وهذه الالفاظ ضيقة لذا فان الزيارة ذكرت كل الصياخ ومع ذكر كل الصياخ فان الصيغة هذه ضيقة لا تفي بمضمون طهارة ابي عبد الله سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ليس حديثنا عن الاطهار والطاهرين اذا كان الحديث عن الاطهار والطاهرين فلا بد ان نشير الى منظومة طيب الولادة لكن الكلام ليس في هذه الجهة نحن نتحدث عن الشذوذ الجنسي في المذهب الطوسي هذا المذهب العباسي القذر النجس والشذوذ الجنسي هو من ملامح ومعالم منظومة خبث الولادة وقد مر الكلام والتفصيل والتمييز والمقارنة فيما بين هاتين المنظومتين في الحلقات الاولى في الايام الاولى من ايام هذا الشهر الشريف اعود الى ما كتبه حسن الكشميري كن صهرا وان كنت عهرا والحديث عن مرتضى الكشميري الذي هو صهر السستاني كن صهرا وان كنت عهرا فانك ستتحول في نقلة خاطفة من فقير معدم الى ثري بلا حدود نصيحة جميلة منك منك يا ابا زهير وخاطب حسن الكشميري فكنيته ابو زهير يا ابا زهير نصيحة جميلة لكل الشيعة كن صهرا وان كنت عهرا فانك ستتحول في نقلة خاطفة من فقير معدم الى ثري بلا حدود وستتحول من نكرة الى معرفة وستنقلب من عمي جاهل صرف الى علامة او حجة اسلام او حجة المسلمين اعترضني صديقي يوما وقال ما هذا انه يتحدث عن مرتضى الكشميري ما هذا انه لا يجيد ان يكتب سطرا ولا يستطيع ان يقف خلف المايكروفون ليتكلم ولو لدقيقة واحدة ليتكلم بشكل متقن وانا هو يتكلم يهذي مرتضى الكشميري يهذي وراء المايكروفون ليتكلم ولو لدقيقة واحدة هذا كلام صديقي حسن الكشميري مع حسن الكشميري بغض النظر اكان صديقا حقيقيا ام هو صديق افتراضي لاجل تنظيم المقال ما هذا انه لا يجيد ان يكتب سطرا ولا يستطيع ان يقف خلف المايكروفون ليتكلم ولو لدقيقة واحدة ولا يحسن الاجوبة عند مقابلة تلفزيونية وها هو يتلعثم فما هو حجمه قلت حسن الكشميري يقول لصديقه نعم ولكنه صهر انه صهر السستاني قال سمعت سمعت انه يلهو ويختلي نقاط 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 فاملأوا الفراغات هل تعرفون ان تملأوا الفراغات لقد درسناكم علمناكم في الحلقات الماضية فاملأوا الفراغات قال سمعت انه يلهو ويختل النقاط هذه النقاط ليست مفترضة من قبل موجودة في الكتاب عودوا الى صفحة 135 من الطبعة الثانية من كتاب حسن الكشميري من داخل المدار قال سمعت انه يلهو ويختلي نقاط و و و ونسمع عنه اشياء قلت نعم نعم ولكن هو ما عليك فانه صهر انه صهر السستاني الكلام الخطير هنا والشهادة الخطيرة هنا فهذا السائل يسأل حسن الكشميري سمعت انه ان مرتضى الكشميري يلهو ويختلي نقاط و و و ونسمع عنه اشياء نقاط و و و و اشياء ما هي هذه الاشياء مثلا هل يصف قدميه للعبادة هل يقضي نهاره صائما وليله قائما ما هي هذه الاشياء هل هو دائم الذكر لله مثلا هل هو داعية يدعو الى امام زمانه هل همه الاول والاخير هم العترة الطاهرة ماذا وماذا ما هي هذه الاشياء التي عبر عنها بنقاط وبالحرف و و و والصولح عليها هذا المصطلح اشياء ما هي هذه الاشياء انها اشياء و اشياء و اشياء يا حبيبي يا نور عيني سمعت منحن هذا ولا حيني قلت نعم وهناك وثيقة بقلمه وخط يده وهو يتعهد فيها بالتعاون مع حزب البعث ويبارك ثورة البعث فاضطرب الرجل طرب هذا الصديق السائل بغض النظري أكان حقيقيا أم افتراضيا لتجميل المقال فاضطرب الرجل وهو يصرخ قائلا وصحيح أنه كان يكتب التقارير لمراكز البعث ضد بعض الأفراد صحيح هذا وعينته السلطة البعثية مسؤولا في الحوزة عن الطلبة الهنود والباكستانيين فماذا قال حسن الكشميري قلت نعم نعم ولكن طول بالك طول بالك إنه صهر والصهر مدلل مدلل والصهر مدلل وصحيح أنه كان يكتب التقارير لمراكز البعث ضد بعض الأفراد الحق علينا الحق علينا سيد إياد الحق علينا اعرضوا لنا فيديو إياد جمال الدين لكن سيد المرجعية أيضا أخذت دورها وأعطت أعطت وقت أعطت أسبوعين تقدم الجنات هذا اللي تقدر عليه من الجنات اللي باسم المرجعية صهر المرجعية واحد اسمها مرتضى كشميري باكستاني صهر رجل إيراني سيد السستاني إيراني وصهر كشميري باكستاني وقاعد بلندن يقول أنا عمي أبو مغتي يرتب الراء يقدر يطير الحكومة بكلمتين ولبصدك شذب أنت أمش أنت جاسوس تكتب تقارير للأمن من أجل يجددون إقامتك بأيام صدام الآن تفرعا تفرعا يقول إحنا نسقط الحكومة العراقية وإحنا عمي أبو مغتي يسقط الحكومة بكلمتين صدق شذب ولكن أنت تركض لنا نجم يجرون شرطي ما الأمن حتى يجدد لك إقامة يا طرطور طيب الآن تفرعا يقول تفرعا يقول المرجعية يجب أن تطهر نفسها قبل أن تطالد بتطهير ذلك الزبالة طيب سيد الآن المرجعية في خطر والتشيع في خطر بسبب الفساد المتغطي بالعمامة بعمامة المرجعية كلهم رافعين شعار التشيع أنا طلعت مشيعي أنا طلعت بحثي أنا طلعت من أيتام صدام أنا طلعت هوية السعودية أنا طلعت ناصبي مو هم الحرامية اللي شوهوا اسم التشيع وشوهوا اسم المرجعية هذا هو مرتضى الكشميري وهذه المعلومات التي يدلي بها إياد جمال الدين هذه المعلومات نحن نعرفها جميعا في الوسط الحوزوي مرتضى الكشميري كان مخبرا عند دوائر الأمن البعثي هذا هو صهر الإمام السستاني عود قبضه من دبا شيئة قال سمعت أنه يلهو ويختلي نقاط املأ الفراغات و و و ونسمع عنه أشياء قلت نعم أخوه يقول حسن الكشميري قلت نعم نعم يلهو ويختلي نقاط و و و وعنده أشياء وأشياء قلت نعم ولكن هو ما عليك فإنه صهر قال الصديق ويزعم أنه بعثي أصحيح هذا قلت نعم وهناك وثيقة بقلمه وخط يده وهو يتعهد فيها بالتعاون مع حزب البعث ويبارك ثورة البعث فاضطرب الرجل وهو يصرخ قائلا وصحيح أنه كان يكتب التقارير لمراكز البعث ضد بعض الأفراد وعينته السلطة البعثية مسؤولا في الحوزة عن الطلبة الهنود والباكستانيين قلت نعم ولكن طول بالك ولكن طول بالك إنه صهر قال سمعت إنه يحمل وكالة خاصة ومفتوحة من السيستاني كي يعبث بدين الشيعة وأموال الشيعة وشؤون الشيعة وكلما اشتكى أناس منه السيستاني وسعى دائرة صلاحياته قال سمعت أنه يحمل وكالة خاصة ومفتوحة قلت نعم ويجب الأموال ويمتلك شبكة فنادق هذا أخوه يتحدث عنه لست أنا ويجب الأموال ويمتلك شبكة فنادق من أين جاء بها وبنايات في مشهد وقم والنجف الأشرف ودبي ولندن وغيرها ويختزن الأكداس من مسكوكات الذهب فصرخ الرجل وقال عجيب عجيب ولا أحد يسائله قلت ولا أحد يسأله لأنه صهر ولذا فإن الحق مع حسن الكشميري حينما قال كن صهرا وإن كنت عهرا كمرتضاء الكشميري لابد أن تعرف من أن حسن الكشميري وضع نقاطا للهوي وخلوات مرتضاء الكشميري سمعت أنه يلهو ويختلي نقاط و و ونسمع عنه أشياء كل هذا أثبته لمرتضاء الكشميري وكما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية والعاقل يفهم والعاقل يفهم أشر للحر من قرب وبعد كما يقول الشاعر أشر للحر من قرب وبعد فإن الحرة تكفيه الإشارة ماذا قال حسن الكشميري في آخر الكتاب سأقرأ عليكم كي تعرفوا خطورة مضمون كلامه في آخر الكتاب تحت عنوان مسكو الختام يقول إنني فرقت توا من تدوين هذا الكتاب وتحقيقا في مطلع ذي الحجة الحرام عام ألف أربعمائة وثلاث وأربعين هجري السبع طعش خمسة الفين واثنين وعشرين ميلادي وأظن أنه الكتاب الأخير في حياتي وقد وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة إنني في هذه الأسطر أعتذر للتعريخ وللأجيال القادمة لماذا لماذا يعتذر حسن الكشميري يعتذر للتعريخ وللأجيال القادمة الرجل كتب العديد من الكتب وكشف عن الكثير من الأمور يقول إنني في هذه الأسطر أعتذر للتعريخ وللأجيال القادمة عما أغمطت أو طمرت من أحداث ووقائع ولو لو كنت دونتها لكانت مفيدة للإنسان القادم على الأقل لكن أمرين فرضا علي ذلك ويتبع هذا بعلامات للاستفهام وعلامات للتعجب الأمر الأول خوفي من الله وهو شاهد على ما أكتب حيث ربما يكون في ذلك هتك أو توهين وما إلى ذلك الأمر الثاني هو خوفي ممن لا يخاف الله منهم وهم الأبناء والأصهار والأسباط كما قال الجواهري وخلفهم الأسباط تترأ ومنهم لصوص ومنهم لاطة وزونات مر علينا في شهادة الجواهري في الحلقة المتقدمة هم هم مع النقاط و والأشياء التي تحدث عنها حسن الكشميري الأمر الثاني هو خوفي ممن لا يخاف الله وهم الأبناء والأصهار والأسباط والأحفاد والحواشي والمتزلفون واللاحسون قصاعهم ومن بهم لاحقون ويبرر خوفي منهم ما هو هذا التبرير ويبرر خوفي منهم أنهم أوسخوا وأقذروا صنف عانيته وعاينته حسن الكشميري هو جزء من هذه المؤسسة الدينية النجفية الطوسية خطيب معروف ومن عائلة من العوائل العلمية المعروفة في النجف وهو قريب من جهاز المرجعية وشؤونها ومؤسساتها وأدل دليل على ذلك أخوه مرتضى الكشميري صهر السستاني وأمير الشيعة في العالم الغربي في أوروبا وفي الأمريكتين وفي استراليا ويبرر خوفي منهم أنهم أوسخوا وأقذروا صنف عانيته وعاينته وخصوصاً 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 السستانيون السستانيون أقذروا من الجميع ويبرر خوفي منهم أنهم أوسخوا وأقذروا صنف عانيته وعاينته وأكتبوا وأؤكد أنني لا أعني الكل ولكن ما عليه الأغلب وأسأل الله أن يرعاني بعينه ويدفع عني شرهم وبلاءهم أيها التأريخ عذراً إليك مرة أخرى إلى أن يقول في صفحة 274 حيث يعج صدري بذكريات ووقائع يفوق أعدادها الآلاف ويشيب منها الصغير ويهرم بها الكبير لقد أغمطتها وطمرتها وسأرحل إلى ربي وهي معي في صدري فاقبل أيها التأريخ عذري للسببين الذين ذكرتهما آنفاً وهكذا أعتذر للأجيال القادمة بأني لست خائناً لهم بذلك ولكن الأسباب واضحة وذكرتها إلى آخر ما جاء في خاتمة كتابه الذي عنوانه من داخل المدار نذهب إلى فاصل كانت سيد حسن الكشميري في الكويت ومن الكويت أرسل لي هذه الرسالة بتأريخ واحد ستة الفين وستعشر وكانت الرسالة مرفقة بوثيقة بوثيقة بخط مرتضاء الكشميري تثبت بعثيته رجاء اعرضوا لنا الصفحة الأولى من رسالة حسن الكشميري التي بعثها إلي بتأريخ واحد ستة الفين وستعشر هذه الصفحة الأولى فإنها تتألف من صفحتين وقد وجهها إلى المؤمنين الكرام سلام وتحية وبعث هذه الصفحة الأولى رجاء اعرضوا لنا الصفحة ثانية وتلاحظون في آخر الكتابة حسن الكشميري وقع مرتين لتأكيد صحة صدور هذه الرسالة عنه فقد ختم الرسالة بتوقيعين كما تشاهدون وأرفق هذه الرسالة بوثيقة ترتبط بمرتضى الكشميري سأعرضها بين عيدكم لكنني سأقرأ الصفحة الأولى من رسالة حسن الكشميري في أواخر عام 1974 1974 ميلادي قدمت طلبا هذا كلام حسن الكشميري عن نفسه في أواخر عام 1974 ميلادي قدمت طلبا للحصول على شهادة الجنسية العراقية أمه عراقية أم حسن الكشميري ووالده فاكستاني في أواخر عام 1974 قدمت طلبا للحصول على شهادة الجنسية العراقية إلى وزير الداخلية العراق آنذاك عبر مدير جنسية النجف الأشرف وتضمن الطلب أخواتي معي ومشفوع بكل الوثائق القانونية والحقوقية كذلك قدم أخي المحترم السيد مرتضى مرتضى الكشميري الذي تحدث عنه في كتابه من داخل المدار وقرأت ما قرأت بخصوصه كذلك قدم أخي المحترم السيد مرتضى وبضمنه أخوه من والدته طلبا مماثلا بنفس الطريقة وأرسل آنذاك مدير الجنسية العقيد يعقوب الداغستاني الطلب إلى بغداد إلى الجهات المسؤولة إلى وزارة الداخلية وكان هذا المدير يؤملني أكثر من أخي لأن والدتي عراقية من الدغارة من منطقة الدغارة عشاير الأقرأ بينما السيد مرتضى وأخوه والدتهما باكستانية لكن الذي حدث عكس ذلك فجاءت الموافقة بعد سبعة أشهر للسيد مرتضى وشقيقه وبنفس الوقت رفض طلبي الملفت أنه بعد منح أخي شهادة الجنسية عينه قائم مقام النجف الأشرف آنذاك السيد عبد الرزاق الحبوبي مسؤولا عن الحوزة الباكستانية والهنود في النجف الأشرف يعني بعد أن منحوه الجنسية البعثيون منحوا مرتضى الكشميري وشقيقه الجنسية العراقية قائم مقام النجف عبد الرزاق الحبوبي عين مرتضى الكشميري مسؤولا عن الحوزة الباكستانية والهنود في النجف الأشرف من قبل الحكومة البعثية وتم تنصيبه وفق مراسم عرضها التلفزيون العراقي عدة مرات والعراقيون يعرفون من أن التلفزيون العراقي في ذلك الوقت لا يمكن أن يعرض شيئا مثل هذا إلا إذا كان صاحب الشأن بعثيا مخلصا إلى النخاء إن اللغز الذي كنت أشكو منه لماذا رفض طلب وقبل طلب والموازين القانونية واحدة بل إن والدتي عراقية أصلا وكنت حينما أسأل المدير يتحدث عن مدير الجنسية في النجف وكنت حينما أسأل المدير العقيدة الداغستاني يتمنع عن الإجابة بابتسامة مريبة وعبر الزمان ومرت السنين وسقط النظام وكنت يوما عند صديقي الأستاذ عدنان الأسدي وزير الداخلية هو لم يكن وزيرا للداخلية وإنما كان وكيلا أقدم لوزير الداخلية رجاء أن اعرضوا لنا صورة عدنان الأسدي هذا هو عدنان الأسدي الذي يتحدث عنه حسن الكشميري وعبر الزمان ومرت السنين وسقط النظام وكنت يوما عند صديقي الأستاذ عدنان الأسدي وجرى في غرفته مع بعض كبار موظفيه الحديث حول هذه القصة فقال لأحد الضباط في الوزارة أعطني الأسم فأعطيته مرتضى علي مرتضى ومهدي علي مرتضى هذا هو مرتضى الكشميري وأخوه مهدي فقال لأحد الضباط في الوزارة أعطني الأسم فأعطيته مرتضى علي مرتضى ومهدي علي مرتضى فمضى وجاءني ضاحكا وبيده هذه الوثيقة التي سأعرضها عليكم والتي أرسلها إلي مرفقة مع هذه الرسالة فمضى وجاءني ضاحكا الضابط وبيده هذه الوثيقة وقد سحبها من الملف وهي بخط السيد مرتضى أؤكد بخطه وتوقيعه وأخيه فعلمت عندها السبب في قبول طلب ورفض طلب وأن مدير الجنسية المذكور كان يتحاشى أن يذكر سرا كهذا كما أخبرني هذا الضابط في مكتب وزير الداخلية في مكتب عدنان الأسدي الذي كان وكيلا أقدم في وزارة الداخلية في مكتب وزير الداخلية بأن طلب أخيك كان مرفقا بتوصية كتبية خطية من السيد عبد الحسين الرفاعي مسؤول منظمة حزب البعث في النجف الأشرف رجاء اعرضوا لنا الوثيقة المذكورة هذه هذه هي الوثيقة التي يتحدث عنها حسن الكشميري في رسالته التي قرأت ما قرأت منها هذا الموضوع تحدثت عنه بالتفصيل في برامج سابقة سأقرأ عليكم جانبا مما جاء في رسالة مرتضى الكشميري رجاء اعيد اظهار صورة الوثيقة كي يتسنع للمشاهدين ان يدقق النظر فيها واذا ما نظرتم الى آخر الورقة فهناك توقيع لمرتضى الكشميري وتوقيع لأخيه مهدي الكشميري الرضو الكشميري بتاريخ خمسة هدعش الف وتسعمية واربعة وسبعين سأقرأ بعض الكلام في أول الوثيقة وفي آخرها في أول الوثيقة الى السيد وزير الداخلية المحترم بغداد لقد دأبت ثورة السابع عشر من تموز منذ انطلاقتها الاولى وحتى ذكراها السابعة متى انطلقت الثورة الف وتسعمية واثمانية وستين وهو يتحدث في سنة الف وتسعمية واربعة وسبعين منذ انطلاقتها الأولى وحتى ذكراها السابعة على توظيف الطاقات وتقديم الإنجازات لهذا الشعب على اختلاف طبقاته بقيادة حزبها القائد حزب البحث العربي الاشتراكي تصفيق صفقوا لقد لقد دأبت ثورة السابعة عشر من تموز منذ انطلاقتها الأولى وحتى ذكراها السابعة على توظيف الطاقات وتقديم الإنجازات لهذا الشعب على اختلاف طبقاته بقيادة حزبها القائد حزب البحث العربي الاشتراكي ولما عودنا المسؤولون فيها على تقبل هموم الناس وحل مشاكلهم شجعنا ذلك على تقديم طلبنا هذا إليكم لا سيما ونحن نعيش في غمرة أفراح ثورتي تموز المجهدتين آملين أن نكون موضع ثقتكم في طلبنا هذا يا سيادة الوزير تستمر الرسالة إلى أن يقول مرتضى الكشميري إننا نعرض مشكلتنا هذه على سيادة الوزير راجين منه أن نظر إليها بعين العطف والأبوة وحل هذه المسألة المستعصية وذلك بالموافقة على منحنا وعائلتنا الإقامة الدائمة في العراق هذا هو الذي كان يتحدث عن إياد جمال الدين رجاء أعيد بث فيديو إياد جمال الدين لكن سيد المرجعية أيضا أخذت دورها وأعطت أعطت وقت أعطت وقت أسبوعين تقدم الجنات هذا اللي تقدر عليه من الجنات اللي باسم المرجعية صهر المرجعية واحد اسمها مرتضى كشميري باكستاني صهر رجل إيراني سيد السستاني إيراني وصهر كشميري باكستاني وقاعد بلندن يقول أنا أمي أبو مختي يرتبرها يقدر يطير حكومة كلمتين ولبصدك شذب أنت أمش نتجاسوس تكتب تقارير للأمين من أجل يجددون إقامتك بأيام صدام الآن تفرعا تفرعا يقول إحنا نسقط الحكومة العراقية وإحنا عمي أبو مختي يسقط الحكومة كمتين صدق شذب ولكن أنت تركض وراء ناجم يجري شرطي مع الأمين حتى يجدد لك إقامة يا طرطور الآن تفرعن المرجعية يجب أن تطهر نفسها قبل أن تطالد بتطهير ذول الزبال طيب سيد الآن المرجعية في خطر والتشيع في خطر بسبب الفساد المتغطي بالعمامة بعمامة المرجعية كلهم رافعين شعار التشيع أنا طلعت مشيعي أنا طلعت بحثي أنا طلعت من الأيتام صدام أنا طلعت هوي السعودية أنا طلعت ناصبي مو هم الحرامية اللي شوهوا اسم التشيع وشوهوا اسم المرجعية أكمل بقية الكلمات وذلك بالموافقة على منحنا وعائلتنا الإقامة الدائمة في العراق ونؤكد لكم بأننا سوف نبقى جنودا أمناء للثورة ولسان حال لحكومتها الوطنية وحزبها القائد يا يعيش يا يعيش ونؤكد لكم بأننا سوف نبقى جنودا أمناء للثورة ولسان حال لحكومتها الوطنية وحزبها القائد وفي الوقت الذي نتقدم فيه بهذا الطلب لن يخامرنا شك في أنكم ستشملونه بلطفكم وعطفكم وتحقق أمل عائلة مخلصة لهذا الوطن إلى آخر ما جاء في رسالته هذا هو السبب حسن الكشميري مع أن أمه عراقية وقدم نفس المستمسكات القانونية لم يمنح الجنسية العراقية لأن الرجل لم يكن بعثيا أما مرتضى الكشميري صهر المرجع الأعلى أمه باكستانية منح الجنسية وعين مسؤولا على طلاب الحوزة من الهنود والباكستانيين وبرنامج تتويجه بهذه المسؤولية عرض على شاشة التلفزيون العراقي مع أن الكثير من الأحداث والوقاع المهمة كانت تقع في العراق في أجواء الحكومة لا يعرضونها على شاشة التلفزيون لكن القضية هذه بالنسبة إليهم مهمة عرفتم الآن السر في أن السستاني أصدر فتواه بعد 2003 ميلادي بعد سقوط نظام صدام من أنه لا يجوز أن تنشر الوثائق التي وقعت بأيدي المؤمنين من الدوائر البعثية من دوائر الأمن أو من منظمات حزب البعث وأوجب عليهم على الذين يمتلكون هذه الوثائق أن يسلموها إلى الجهات المسؤولة محافظة على أسرار البعثيين ومحافظة على العلاقة البعثية فيما بين مرتضى الكشمير وأمثاله بل فيما بين المرجعية السستانية والحكومة البعثية عرفتم السر في إصدار تلك الفتاوى القضية واضحة وواضحة جدا هل نستغرب بعد ذلك ما كان يفعله مرتضى الكشمير في مؤسسة الكوثر في هولندا هل نستغرب من أنه لسنوات يأمر وكيله ممثله بتأجيرها للحفلات الماجنة الراقصة حتى في أيام شهادة الأئمة وهناك فيديو سجله أحد الفتيان في أيام شهادة الزهراء أجروا المؤسسة لحفلة تركية راقصة ماجنة ورفعوا السوات الذي كانت المؤسسة تتشح به لأن مجلسا أيام شهادة الزهراء كان يقام في المؤسسة فألغوا المجلس ورفعوا السواد وأقاموا الحفلة الراقصة الماجنة لكن الزهراء فضحتهم نسوا يافطة في المؤسسة قد كتب عليها يا زهراء سأعرض لكم صورا الصورة الأخيرة أخذت من الفيديو لم يكن التصوير جيدا لكنها واضحة وقد أشرنا على تلك اليافطة وعلى ما كتب عليها يا زهراء بسهم في الصور التي سنعرضها عليكم رجاء اعرضوا لنا هذه الصور هذه الصورة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة هذه اليافطة التي كتب عليها يا زهراء وقد أشرنا عليها بالسهم الأسود سنعرض الفيديو المتحرك بين أيديكم الزهراء أنستهم أن يتركوا هذه اليافطة كي نعرف التأريخ الذي أقيمت فيه هذه الحفلة الماجنة مرتضى الكشميري أقنعهم في المؤسسة من أنهم يؤجروا المؤسسة لهذه الحفلات الراقصة كي ينتفعوا من أموال التأجير في إحياء أمر أهل البيت أي أمر لأهل البيت يحيى بهذا المال الحرام لكن ماذا تتوقعون من شخص كمرتضى الكشميري ما أنا الذي أقول أخوه هو الذي يقول عنه من أنه يلهو ويختلي نقاط و و و ونسمع عنه أشياء أشياء وأشياء وهذا شيء من الأشياء هذا شيء يسير من الأشياء استمر على هذا الحال لعدة سنين حينما سمعت بهم فضحتهم بعد أن فضحتهم توقفوا أما ما هو حالهم الآن في الخفاء وماذا يفعلون هذا أمر يعلم به صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه رجاء أعرض لنا مقطعا من الفيديو شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ياسين المفرج هو الذي وكله مرتضى الكشميري بهذه النشاطات هناك مكالمة فيما بين شخص تونسي وبين ياسين المفرج رجاء اعرض لنا هذه المكالمة التلفونية اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة